تعال قلش بالجدة على طول نبدأ بالأهل والمصر كانت مباراة في حراس مرمى كبار سواء محمد الشناوي أو محمود جاد كمان حارس برضو حارس دولي يعني شفت المباراة دي ازاي على مستوى حراس المرمى بصه طبعا المباراة دي كان يعني لها شقين شق فني وشق نفسي شق نفسي كان بالنسبة لمحمد الشناوي طبعا كان أهدأ محمد الشناوي عنده خبرات كبيرة جدا لايب بشكل كويس بيقد بشكل كويس باله فترة كبيرة جدا مع النادي الأهلي ومع المنتخب كان بالنسبة لجاد أكيد كان فيه عصبية شوية شفناها في بعض القرارات ده أثر عليه في الملعب في القرارات اللي خادها بتتكلم في شعبية الناديين بتتكلم في الجمهورين بتتكلم في وضع حساس دلوقتي النادي الأهلي وعلى المصري فرقتين كبار أو المباراة في الدولة للأتنين بالزبط وفي نفس الوقت انت بتتكلم في جهاز فني كابتنا علي ماهر وجاب لعيبة كويسة جدا كل الناس بتتكلم على المصري إن المصري السنة دي هيبقى الحصان الاسود زي ما بيقولوا عنده صفقات كبيرة جدا عملها مستركامل أبو علي طبعا الناس كلها عارفينه دائما ما يكون معاه مدير فني بيختار مدير فني كويس ونفس الوقت بيجيب له كل طلباته صح عنده جمهور برضو نادي المصري ومعاه في كل مكان فيه مشكلة نفسية كمان مع جاد لإن جاد بينافس عصام صروت عصام صروت من الحراس الممتازين صحيح في نفس الوقت عصام صروت يعني هو اللي كان بيقدي بشكل جديد جدا وفي شكل ثابت وباستمرار الفترة الأخيرة كان فيه تنافس بينهم جامد جدا صح يمكن كانت الصفقة السنة اللي فاتت محمود جاد كان لما جايه كان طبعا جاي من منتخب مصر كان فيه كلامها على الأهل والزمالي في نفس الوقت طبعا مصطر كامل ساعتها جاب محمود جاد مع كابتن إيهاب جلال وجهاز الفني بدأ ممكن ما كانش بدأ في مستوى كويس جدا ابتدأ عصام صروت ياخد لأنه لعب قبل كده كان موجود أكيد بسن السكاكين مستني حارس مميز فأكيد فيه تنافس بينهم جامع هاي تعال ناخد أدخل دخل طبعا محمود جاد وكان فيه عصب شوية في بعض القرار يلا بنا نشوف بقى كابتن أمير هاي حل حاليا نبدأ بالحالة الأولى طبعا هنا أول هجمة بص هنا طبعا هنا وقف سنة محمود جاد هنا القرار ده نتعرف يا كريم المشاط الصعبة لزي دي أول كرة بتجيلك بتلعب بها في الأمان وبصورة سالسة أو بسهولة بتركبك الجيم حتى لو بقص زادة بص هنا لعب المصر لما لعب الكرة محمود جاد مش محضر أنا هلعب بشمالي ولا هوقف الكرة بص كامل الهجمة لما تلعبت له هنا كان لازم ياخد قرار بشماله مرة واحدة طبعا المسافة 7 متر 8 متر احنا بقول دايما 10 متر لازم الجول يشيل مرة واحدة ودي هنشوفها هنا وفي حالة تانية هتقابلنا في الفترة الجاية كان لازم جاد محضر ويحط بشماله لونج باس طبعا أول خطأ هنا بص أرجع وراء شوية بص مين اللي طالع معاه كريم بيرستاو بيرستاو ما هواش طويل صحيح هت عند بيرستاو أيوة كمل بص كان لازم محمود جاد يخلي شاف فيه لعيب على يمين محمود جاد فوقف فوقف رجع سنة بسيطة قوي اللعيب اللي وراء محمود جاد ده فاضي فري وعمل زحمة للمحمود جاد في الحتة دي لو طلع كان لازم هو اللي يلعب مع بيرستاو ويزق بيرستاو قدام هاي وكان لازم يلعب بالبوكس أقوى من كده لأن أنا ما يفعش أطلع بداية الاتنين ونزل الكرة تحت مودست كان واقف متعملت له الكرة كان لازم بوكس في نفس الاتجاه بص كان لازم أركب الكرة وبوكس في نفس الاتجاه بتاع علي شايف هايبان تصوير من وراء أن أنا أطلع بإيدي طبعا جوة المية في المية خطأ طبعا من جاد على فكرة جاد من الحرص المنتزين وبيكلمني دايما وبيتعلم من الأخطاء بص هو اللذائي كمان زميله رجع وراء سنة قبل ما يلعب معلش كمان قبل ما تروح لبيرستاو قبل ما تجع لبيرستاو كمان كمبل هو اللعيب بتاع المصري في الأول بس مش بينا بص هنا بيرستاو وانا تب ما أخلي زميله هو اللي يزق واخد المساحة دي كلها واطلع أركب ولعب وهجمة وفي موتش زي الأهلي أما أنا أركب الجيم بص هنا بيرستاو ما يفعش عملها بكف إيدي لازم بوكس جامد واركب الجيم عشان أبلعب نادل أهلي هجيلي هجمات فبلعب أنا مرتاح ما بقاش ولعب أنا متعصب كان لازم بوكس في نفس الاتجاه بتاع علي أو في نفس الاتجاه الفاضي اللي هو رقم 6 هاي بص ده الجول اللي جه ارجع تاني لو رجعنا الأوفر ده يا كريم بص ارجع كمان بسرعة هو هنا لازم البوكس يبقى في الجنبي في المساحة الفاضية هناك كان خلص الجيم ما كانش يبقى فيه جول هات البوكس كمل كان لازم هناك في المساحة الفاضية كده أنا بفتح الجيم تاني للعيبة النادي الأهلي طبعا الهدف جي من هنا من أول واحدة صح التانية خلصنا اتعلمتي من الأولى هنا لازم بوكس في نفس الاتجاه اللي هنا هو عمل العكس في النص خلاص احيا الكرة من تاني صح وابتدأ كملة كملة احيا الكرة من تاني كملة بسرعتها بقى ما يفعش لعب بوكس في المنطقة اللي في النص دي منطقة محرمة ليا خلاص انت كل ده انت مستني الجول خلي بقى نحن نحن صغيرين عارفين ان البوكس لازم يبقى من بر بالزبط بالزبط انت كل ده انت مستني الجول يخش على فكرة كريم خطأ الاولاني كان خلص كل القصة دي طبعا ده انفراد كويس تعمل معها بشكل كويس وحظه كويس ان المدافع النادي المصي كان موجود بص طلع قفل برجله وفرد في جوال كتيرة كريم بتطلع تعمل النجمة اللي هي البلوك عايز اقول حاجة النجمة دي الناس برا بيعملوا حاجتين الطفل هو صغير قبل ما يرضع بيرموه في اللبسين عشان يتعلم نفسه وعوم وهو الاخر برا في الكورة بعد الرضعة زي ما بيقولوا بيعلموا الجول كيبر انه يعمل البلوك يعني نوير ناس كتير جدا متقلد نوير نوير ده وهو صغير اتعلم الكلام ده ما هوش من سنة سنتين فليها تدريب معين وليها تخصص معين هنا فرد بشكل كويس جدا لكن عامل بلوك كتدخل الجول كامل الهجمة بص فرد خلاص انا فردت بريجلي وبإيدي هتطلع وحظه كويس ان مدافع المصري ده الهدف اوقف بقى هنا الناس كلها بتقولوا انها صعبة لكن انا كجول بقيمة محمود جاد وموهبة محمود جاد على فكرة من حراس الموهوبين انا خلاص حسين بيعمل تاكلنج وده اللي هنشوفه في الكورة بعد كده بص ده الفرد هنا حسين خلاص اجزاوية ميتة دايقة انا كامحمود جاد لازم اخد خطوة يمين ملهاش غير ان هي في البعيدة وكان يطلع اخد خطوة كمان ويطلع بص طرم من السبات كمان شايف جسمه مش مفروض من السبات فالتراي بتاعه ضعيف لو خد خطوة على يمين اه طبعا بص هنا حسين خلاص هو عمل التاكلنج خلاص بيتزحلق ميتة ملهاش غير في البعيدة ده الجولة التانية خلاص انا مفروض اتعلم بقى حتى لو جاد فرجل حسين مفيش فرق لما راحت فرجل حسين هي هي اللي حصل في الجولة الاولاني خلاص انا اتعلم يا جاد لازم انا قافل دايقة قوي لازم اجي يمين كمان لازم اجي يمين خطوة يعني لو رجعت الجاد ثبت بص هنا بيلم نفسه لسه بص بص بيرجع يعني هو مش بان في الكادر بس لسه بيرجع هنا خلاص بص برس تاو هو خلاص مش هيبص ليه انا مكرر اعلعب في البعيدة اتراي ضعيف من مكاني هنا الخطأ التاني ده ربطين في الراس بتوجع اخر واحدة طبعا هي اكثرهم طبعا اكثرهم مضوحة اه دي كورة كويسة برد فعل كان لازم يطلع الجنب كمان عشان هنا بحي الكورة تاني بص بحي الكورة تاني لكن هو انقاذ يحسابله بالضغوطات اللي هو كان فيها هو كان بيلعب هو متنشن عشان كده القرارات الاخيرة ده الهدف الاخير بتاع كريم بص هنا هو بقى لك اتعلم شفت الوزيشن بتاع كريم ارجع وراء سنة وكريم بيحط الكورة وقف سنة عند كريم بقى وقف عند كريم هو قال لك بس كريم الوضع التشريحي بتاعه يحطها فين في البعيدة فاسرق خطوة هنا لا لازم اثبت الوضع مختلف بص كريم وضع التشريحي بص خلاص في البعيدة راح بادري لو كان ثابت كان خد كورة في صدره وكان تعامل جدا بشكل كويس لكن طبعا 4-0 وهو مضغوط والناس اكيد انا معارف جبور المص اكيد بيزوم بص مسكة غلط تحرك غلط وقفة غلط والطبيعة كان ممكن حتى اعمالها بالبوكس كده لو انت مش لا مش بوكس هو عايز يمسكها هو لا يمسك عادي بس ما يتحركش هو ثابتها كريم هو تحرك كمان لو عنده راكش انا حسن من كده كان ممكن يعمل لك يعني هو بس حابلو يمسكها برضو هو جسم مش معدول هو عمل حكتينة كريم الكورة الاولانية ما اخدش خطوة بالميل عشان يعمل تراي دي خط خطوة بالميل وهي كورة في النص صح فهم قصدي هنا المشكلة هو لو واقف ثابت هياخد الكورة في صدره ويتعامل عادي بشكل طيئ